اشتركوا في القناة لا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك خلان نبدأ بالتفاصيل في هذا المقطع هنتكلم على كامل التفاصيل للموسم الرابع بالاضافة الى الجوائز المجانية هذه المرة في عندنا جوائز مرة كثيرة وحلوة فخلنا نبدأ عندنا اول شي اللي هي صورة المسرح الجديد اللي هي هذه بعد كده في عندنا هذه هي الفرقة الموسيقية ميتاليكا طيب الان حبيل لكم المقطع الدعاي لهذه لمهرجان الموسيقى الموسم الرابع اباكم تركزوا في المقطع تمام لانه في المقطع هذا هيكون في عندنا نظام جديد في طور الموسيقى من خلاله نقدر نقاتل فيه الاعداء اباكم تركزوا وتسمعوا للكلام عشان تفهموا نظام اللعب هذا هو طيب حيكون في عندنا في المسرح كتحدي 16 لاعب نفس النظام هذا لاحظوا الهجمات هذي الان نقدر نطلق على الاعداء هجمات في 16 لاعب اللي يلعبوا يفوز واحد فكل واحد حيطلق هجمات على الثاني زي اللي يطلق هجم عليه عشان يوقفوا ما يكملش الموسيقى شايفين الضربات كيف واللي يفوز من 16 واحد هذا النظام صراحة نظام حلو يعني يخلى شوية إثارة في طور الموسيقى لانه اول كان طور الموسيقى صراحة جدا ممل الان في الحركة هذه اللي سووها ممكن سووا إثارة في اللعب حتكون مرة حلوة شايفين طيب عندنا المسرح حيكون نفس النظام ده وحيكون فيها 16 لاعب وحنتقاتل واللي يفوز واحد وهذا النظام صراحة مرة حلو طيب خلينا نتكلم على البتلباس المصغر أو البطاقة المصغرة هذه المرة حيكون فيه عندنا أربع سكنات مسكن واحد لا أربع سكنات ركزوا معي تمام حشرح لكم كامل التفاصيل عندنا الموسم الرابع من فيستفل فيستفل يعني مهرجان الموسيقى أول شي فيه عندنا الجوائز اللي فوق الأولى هذه الجوائز هناخدها عن طريقة تحديات هنسوي تحديات في طور الموسيقى وناخد الجوائز بالتدريج كل ما سويت تحديات كل ما فتحت معاك الجوائز بالتدريج الجوائز عبارة عن شاشة تحميل أغنية لوبي فيه هالة الضلام وفيه عندنا عنصر وفيه رقصة اللي هي الدوران الرائع وفيه بعد كده أغنية لوبي وأيموجي وفيه هالة كمان وفيه بخاخ وأغنية لوبي وغيتار هذه الجوائز اللي فوق هناخدها عن طريقة تحديات الجوائز اللي تحت هناخدها إذا احنا اشترينا البطاقة المصغرة قيمتها 1800 في بوكس أول ما تشتري البطاقة المصغرة هتاخد الاسكن الأول على طول بدون ما تسوي التحديات أول ما تشتريها ب1800 هتاخد الاسكن الأول تمام؟ اللي هو على البطاقة اللي مكتوب عليها ترقية هتاخد هذا الاسكن بعد كده كل ما سويت تحديات هتفتح معاك الجوائز بالتدريج عندنا الجوائز الجائزة الأولى شاشة التحميل الجائزة الثانية الاسكن التاني هناخده بعد كده عندنا ايموجي بعد كده عندنا هالة بعد كده عنصر أو ايموجي بعد كده في عندنا آلات موسيقية بعد كده أغنية لوبي وعندنا عنصر بعد كده هناخد الاسكن التالت بعد كده هناخد قيتار بعد كده هناخد الاسكن الرابع يعني صراحة نظامها مرة حلو وكمان 1800 في بوكس حتاخذ أربع اسكينات يعني مرة حلو حتى الاسكينات لو ما كانت حلوة أربع اسكينات ب1800 في بوكس صراحة عرض مغري فهمتوا كيف؟ هذه هي الجوائز طيب اللي حيسأني يقول لي يا صياد طيب إذا أنا أخذت الجوائز اللي فوق بعد كذا وجيت أشتريتها بتلباسها المصغر هلأ أرجع عيدة تحديات من أول وجديد؟ الإجابة لا لأنه هو الخط حيمشي مع بعض كل ما سويت تحديات حيمشي تحت وفوق إذا أنت مثلا أخذت اللي فوق بعد كذا اشتريت البطاقة اللي تحت حتاخذ الجوائز دفعة وحدة فهمتوا كيف؟ طيب مهرجان الموسيقى هذا حينتهي يوم 16 أغسطس هذه هي الاسكينات الأربع اللي حنحصل عليه عن طريق البطاقة المصغرة طيب حتنزل الاسسائلات الثانية هذه في مجر العناصر هذه الاسسائلات الثانية ما حنأخذها مجانا لا حتنزل في مجر العناصر وتشتريها شيرة صراحة أسعارها غير معروفة حتنزل هذه الاسكينات وحتنزل الأغاني للفرقة وأشياء كثيرة في مجر العناصر طيب جميع الأشياء هذه حتظهر معنا غدا في التحديد اللي هو يوم الخميس 13 يونيو غدا إن شاء الله الخميس حيكون معنا التحديد اللي هو 30.10 حتنزل هذه كامل الأشياء معنا في اللعب تمام؟ بس أنا أديتكم صورة كاملة للموضوع عشان تعرفوا نظام اللعب ونظام البتلباس المصغر وكل الأشياء اللي أنتو تبوها وكل الأشياء اللي محتاجين تعرفوها بس في نقطة مهمة بأوضح لكم إياي إذا جيتوا تشتروا البطاقة المصغرة لا تنسوا استخدام كود الشوب X2 X2 لأن هذا الشي يدعمني مرة كثير كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب X2 X2 وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة